مساء الخير يا رب يوم جميل عليكم جميعاً هبدأ حلقة اليوم بأخبار الفرعون المصري لإيجيبشن كينج محمد صلاح عايز أقول لك رايح على فين يا صلاح؟ صلاح بإذن الله رايح على البالوندور يعني عن جدارة واستحقاق على مدار تسع مباريات متتالية محمد صلاح بيسجل أهداف فيه مع ليفر بول أول لاعب في تاريخ ليفر بول يسجل فيه تسع أهداف متتالية أرقام كتيرة جداً محمد صلاح يوم بعد يوم عمال بيكسرها 11 مباراة في البريمير ليج 11 هدف و5 أسست وفي الشامبيونز ليج 5 أهداف ولا أرواع كل التوفيق للفرعون المصري إن شاء الله بإذن الله كل الدعم لمحمد صلاح إن شاء الله نشوفه بيوتوج بالبالوندور انتخابات النادي الأهلي في الفترة الماضية أنا كنت متابعة حساب على تويتر لأحد الأشخاص الذين ينتمون لكيان النادي الأهلي اسماً وليس موضوعاً والله أعلم بالنواية ولكن المواقف هالب تباين طيب عمر ربيع يسين يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن عمل سبيتش قوي جداً عمر وقال فيه كلام جميل قوي وقال لك إن هو بيتي يا النادي الأهلي أسرتي يا النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي كيان النادي الأهلي بيب بيب أهلي ده كله على الحساب بتاعه أو السوشل ميديا بتاعته طيب كلام حلو جداً بس الفعل إيه بقى يا باشا أنا عايز أقول لك على حاجة جمهور النادي الأهلي ما بينساش إنت لما خرجت من النادي الأهلي عملت إيه جريت على نادي الزمالك وكت بتشحط منهم إن هما أو بتتسول عليهم إن هما يعملوا لك عقد وإن أنت تكون متواجد في صفوف النادي الزمالك وبالفعل إنت مضيت عقد مع نادي الزمالك وهم اللي ألاشوك يا باشا وإحنا عارفين الكلام ده كله وفاكرين ومش نسين طيب فم حدش يجي دلوقتي زايد ويقول لك السنة تربيت وترعرعت زي ما قلت لك جمهور النادي الأهلي ما بتنسيش سحين الصبح على قرارين أغرب من بعض مركز التسوية والتحكيم الرياضي طلعوا لنا قرارين تقريبا في الحلم كده الجلسة فضلت منعقدة لحد تقريبا 2.5-3 ما كانتش خلصت معرفش الدول بيعملوا إيه ولا جلسة إيه دي حضرتك ومنعقدة فين طيب فطلعوا لنا قرار الساعة تقريبا 6 صباحا بيقولوا لنا فيه الغاء أقوبة شيكبالا والرد كان سريع جدا جدا من اتحاد الكرة اتحاد الكرة اللي انت بتلاقيه كده ايه اوقات كده نايم واحنا بستمعين لأقرأ لأسمع لأتكلم في مية البطيخ فجأة رد عليهم بسرعة جدا وقالوا لاتحاد الكرة رفض تماما وقال انه مش هيعتمد قرار مجلس التسوية والتحكيم الرياضي ده نفس اللي عملوا بالزبط مع القرارات السابقة المركز التسوية والتحكيم الرياضي مع النادي الأهلي في القرارات بتاعته اللي هي من ضمنها مباراة 99 والكلام ده كل طيب تاني قرار استبعاد المهندس فرج عامر من انتخابات نادي سموحة وكان الرد سريع جدا جدا على صفحته الشخصية على الفيسبوك قال تم الاستقناف اليوم في اللجنة الأولمبية وتم إيقاف الحكم باستبعادي ورجعت الأمور كما هي وما زلته مرشحة على رئاسة نادي سموحة ما تفهمش الناس دي يعني عارفين يا جماعة اللي بيشتغل بالليل متأخر قوي بيبقى تريم مش نايم كويس فبالتالي القرارات بتاعته كلها بتبقى غير سوية بالمرة طيب أنا عندي تصريحات مهمة جدا ليه حسين السيد اتقالة مبارح وأنا يعني قبل ما أقف عندها أنا عايزة أتكلم على أخبار النادي الأهلي للحابب أنه يعرف أخبار النادي الأهلي الأول في تخبط ما عجبنيش خالص من المركز الإعلامي للنادي الأهلي في تضارف الأقوال ما بين كلام المركز الإعلامي للنادي الأهلي ما بين كلام دكتور أحمد أبو عبلا المركز الإعلامي للنادي الأهلي طلع بيان وبناء عليه أنا قلت لكم أن حسين الشحات هيغيب عن نادي الأهلي من أسبوع لعشر أيام حلم طلعك دكتور أحمد أبو عبلا قالك لأ وأنه هو حسين الشحات إن شاء الله في خلال 48 ساعة هيكون جاهز مع النادي الأهلي أرجو أرجو يا جماعة لما يكون في كلام بشكل رسمي تصريحات رسمية أنا ما بقولش أن حد كده طلع تكلم يعني مش لاعب ده اللي تكلم وكلم بناء على معطيات مش كاملة عنده لا ده المركز الإعلامي للنادي الأهلي طلع تصريح أو طلع بيان لازم يبقى متأكد من يوم في الماء من الكلام اللي هو بيقوله عشان ما يبقاش فيه تخبط ده بيقول كلام وده بيقول كلام بالأخير الشكل الوحش يعني بيبقى شكل الوحش يعني بالأخير الشكل بيبقى العام وحش قدام الإعلام طيب دلوقتي كده محمد محمود جاهز بإذن الله وإن شاء الله يعني نتمنى من كل قلبنا أنه هو يكون ليه نصيب كبير في مباراة القادمة يعني مباراة الندي الأهلي مع الحرس الوطني كهرباء يعني ندور برده ابتدى يتعافى محمود متولي الحمد لله ربنا تم شفاء على خير ولكن هو أكيد مش هيباجاز فنيا نظرا للإصابة المدة طويلة جدا طيب الشحات احنا لسا يلين الأخبار بتاعته والصفقات الجديدة مش هتكون مشاركة بإذن الله مباراة القادمة أول مباراة في الدوري مع الإسماعيلي هنشوف الأهلي غير كابتن حسين السيد وأهم ما جاء في تصرحات كابتن حسين السيد بيقولك حصلنا على مقدم حمد النجاز وأكتر شوية وطلعنا شطار شوتر برافو عليك يا حبيبي وعمر كمال عبدالواحد خرج للإعارة وغير صحيح أنه لن يعود حد بس يفصلنا البوينت دي يا جماعة هو إزاي عمر كمال طلع عارة وهو هيرجع تاني نادي الزمالك ياريت بس إيه حد يوضح لي النقطة دي يمكن أنا عندي مشكلة تماع في الحتة فياريت توضيحات أكتر مشكلة ببن شرقي الوحيدة يا الشرط الجزائي وأنا من موقعي هذا بقولك أن الكلام ده كله كدب وإن ببن شرقي مش هيكمل مع نادي الزمالك وإن اللي أنت بتقوله ده مش حقيقي بنسبة مليون في المية جنش احتدى في النقاش مع كارتيرون وصوت عليف فقط ده مفروض أنه كده بيصدق على كلام جنش وعلى رواية جنش إنه فعلا ما تطولش على كارتيرون وقال لك كارتيرون أمر بأمر إنه هو مش عايز جنش يكمل معاه وإنه قال لك يا نا يا جنش طيب حلووي كلام ده ياريت الكلام ده ما يمرش مرور الكرام ويكون فيه وقفة طالما فيه حد طلع دعم كلام جنش إنه ده حقيق حصل يبقى لازم يكون فيه وقفة تجيب للراجل ده حق أو يبقى فيه محاسبة الأطراف المخطئة يعني طيب بيقول لك ختم كلامه إنه هو فيه مفاوضات حالية مع أبو جبل وطارق حامد وطارق حامد لم يغالي فيه مطالبه ومعنى الكلام برضو المغزا أو المعنى في بطن الشاعر هو زكر اسمين وقال لك إن طارق حامد مش بيغالي في طلباته ومعنى كده إنه هو شايف أبو جبل بيغالي في طلباته وأختم حلقة اليوم بخبر قط الفراء قط اللبس قصدي عفوا يوم 23 إن شاء الله يوم مباراة النادي لأهلي هتبقى الحلقة الأولى من قط اللبس ونمبر ون وده بقى كان بالنسبة لي كوميديا السنين والتنين والله العظيم أنا مش مش قادرة صدق ضحكي يعني شادي محمد ولقيت لك هيمة كاتب على الحساب الخاص بتاعه على تويتر يشرفني متابعتكم لقط اللبس ونمبر ون مين قط اللبس ومين نمبر ون يا جماعة حد يقول لنا بقى مين قط اللبس ومين نمبر ون Thank you